مهم جدا المقدمة اللي انا قلتها لك علشان تبقى فاهم اللي احنا هنسمعه دلوقتي من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول مسألة ترشيد الدعم بشكل عام ترشيد سعر غيف العيش هنسمع وهنرجع نتكلم وما فيش حاجة هتستخبع لسيادتك نسمع لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم منذ اكتر من 30 سنة منذ اكتر من 30 سنة لم يتم التحرك في هذا الموضوع على مدار 30 سنة سعر الخبز تضاعف مش عايز اقول كم مرة يمكن عشرات المرات منذ يعني او عدة مرات منذ وقت ما كان من اكتر من 30 سنة كان سعره قد ايه على الدولة والنهاردة وصل لسعره قد ايه وبالتالي الكلام ده حمل الدولة اعباء مالية اصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا وبالتالي كان كل هدفنا ان احنا مجرد نقلس هذا الدعم بصورة قليلة وزي ما انا شرحت الحقيقة لحضراتكم ويمكن معالي الوزير هيشرح بالتفصيل بعد ما اتكلم تكلفة رغيف الخبز على الدولة المصرية النهاردة هو جنيه وربع جنيه وربع وبيتباع النهاردة بخمس قروش وبالتالي الدولة بتتحمل 120 قرش على الرغيف الواحد فالرقم ده مع متوسط في حدود الميت مليار رغيف في السنة بنتكلم اكثر من 125 مليار او 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز فكان لازم النهاردة ان يحصل تحريك في هذا الجزء لمجرد تقليص الدعم وبناء على هذا الكلام اتخذ مجلس الوزراء النهاردة قرار برفع سعر الرغيف الخبز المدعم الى عشرين قرش اعتبارا من بداية الشهر معنى هذا الكلام لما نطرح من الجنيه وربع العشرين قرش ما زالت الدولة بتدعم 105 قرش للرغيف عشان يبقى الامور واضحة لكل الناس ما زال حيبقى حجم الدعم اللي موجود حيبقى حوالي في حدود 105 مليار جنيه